وانضم إلينا أيضا من غزة جمال الفاضي أستاذ العلم السياسية أهلا بك أستاذ جمال في نشرة الخامسة قراءتك في تطورات الأوضاع الآن وإلى أين يسير المشهد؟ هل نحن أمام رد فعل إسرائيلي ضمن قواعد الاشتباك كما أشار مراسلنا وأيضا الأستاذ الزانون أم أنه ربما تطور إلى اجتياح بري؟ أولا في البداية مساء الخير لكل مشاهدين ونتمنى السلام لكل أبناء شعبنا في قطاع غزة لا شك أن المشهد الراهن هو مشهد مليء بالتوتر والاضطراب نتيجة التطورات الأخيرة الناتجة عن إطلاق الصاروخ إلى داخل العمق الإسرائيلي إسرائيل ترى بهذا الصاروخ أن حماس هي المسؤولة واتهمت حماس مباشرة وحماس نفت ذلك ولكن يبدو أن الأمور هناك كل طرف يحاول من خلال هذا التطور الميداني استثمار الوضع نتنياهو لا يريد الإنجرار والإنزلاق لعملية عسكرية تغير ربما نتائج الانتخابات سواء تأجيلا أو التأثير على الناخب الإسرائيلي في التصويت وحماس تريد أن تستثمر هذا التطور الميداني اتجاه الذهاب نحو المرحلة الثانية من التهدأ من خلال الوسيط المصري أو الوسيط الأممي إلى آخره كل طرف يحاول استثمار هذا الحدث بما يناسب أجندته ومصلحته الخاصة هذا من جانب من جانب تاني بالتأكيد يعني إسرائيل أعلنت أن هذا الصاروخ لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الصاروخ وستقوم بعملية ما ورد فعل ما والفصائل الفلسطينية أكدت في أكثر من بيان لها أن خروج الرد الإسرائيلي عن قواعد الاشتباك المعمول بها سيؤدي إلى تدخل الفصائل وقيام الفصائل بالرد بعنف وبحزم على العملية طب إسرائيل تعلم هذا الأمر تماما أستاذ جمال لكن كيف يمكن فهم أن إسرائيل في مرات سابقة في مرتين قبلت التبرير بأن الصاروخ أطلق بالخطأ هذه المرة لم تقبل بهذا الأمر ويفصلها عن الانتخابات أسبوعين هل هي يعني سيتم استثمار هذا الموضوع لصالح نتنياهو هل هذا سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات كيف يمكن نظر إلى الموضوع في حال تطورة وكان هناك كما تفضلت رد فعل من الفصائل أعتقد كما تعودنا دائما أن إسرائيل هي التي تحدد قواعد المكان والظرف الزمان للقيام بأي عملية عسكرية أو حرب ضد قطاع غزة واليوم إسرائيل أمام تحدي لا شك بظرف انتخابي وهناك وضع مأزوم لنتنياهو نتنياهو يقوم الآن في واشنطن بزيارة للرئيس الأمريكي هناك للأسف بيئة دولية تتفهم إسرائيل وتتفهم بحاجة إسرائيل للرد ونحن تبعنا الموقف الأمريكي من خلال جرين بلاد ومن خلال بعض المسؤولين الأمريكيين إذن إسرائيل أعتقد ستحدد هي طبيعة الرد الإسرائيلي سيحدد طبيعة التطورات التي ستحدث ميدانيا خلال الساعة القادمة إذن إسرائيل ردها وطبيعة استهدافها لأي للعمق الفلسطيني في قطاع غزة هو الذي سيترتب عليه رد الفصائل إذا كان هذا الرد يتجاوز حدود المعمول به في الفترة الأخيرة ستقوم الفصائل بالرد هذا ما سمعناه من خلال لكن من خلال قراءتك لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين وإعلان رئيس الوزراء بأنه سيقطع زيارته سيقتصرها إلى واشنطن ويعود فورا للإشراف على هذه العمليات هل تتوقعون أن يكون الرد مختلفا هذه المرة أعتقد نتنياهو بهذا الفعل يحاول أن يوصي الرسالة للداخل الإسرائيلي ولا المجتمع الدولي أولا أنه هو صاحب القرار الوحيد في المؤسسة السياسية والعسكري الإسرائيلية ولا يمكن أن تقوم إسرائيل بأي خطوات دون أن يكون نتنياهو موجود في داخل إسرائيل وهذا من جانب آخر يريد نتنياهو أن يضخم هذه المسألة ويعطي أنه استطاع أن يرد ويكبح جماع الفصائل بما يستثمر هذا الوضع بالانتخابات والحالة بالتأكيد إسرائيل ستحاول استثمار هذه المسألة بما يخدم الأجندة الإسرائيلية سواء على صعيد البيئة الداخلية الإسرائيلية أو الوضع الإقليمي والدولي بالتأكيد نحن خلال هذه النشرة سنتناول في وقت لاحق التدعيات الإنسانية وتأثير كل ما يحدث على سكان غزة لكن أود أن أسألك الآن الثمن الذي سيدفعه الإسرائيليون في حال خرجت الأمور عن السيطرة خصوصا بأن الصواريخ كما أشرنا وصلت إلى شمال تل أبيب وتلك المناطق لا يوجد فيها قبة حديدية وبالتالي هي معربة للاستهداف إذا ما قررت الفصائل الرد بالتأكيد اليوم المقاومة الفلسطينية تمتلك أدوات وتجهيزات تختلف عن أي حرب سابقة وستستثمرها وستستخدمها في أي تصعيد إسرائيلي وهذه رسالة من قبل المقاومة الفلسطينية أنها بإمكانها الوصول لأي مكان وأي بقعة من الأرض داخل فلسطين المحتلة وهذه رسالة مهمة جدا لإسرائيل يبدو أنها قد تعيد التفكير لجانب إسرائيل أن أي تصعيد إسرائيلي سيقابل بقصف فلسطيني وإستهداف عميق داخل العمق الإسرائيلي وهنا السؤال هل إسرائيل تتحمل الضرب داخل العمق؟ هذا ما ستشهده الساعات القادمة أو الموقف الإسرائيلي إذا كانت إسرائيل حريصة على امتصاص هذا الصرخ من خلال رد بسيط من أجل تمرير هذا الحدث الذي حدث اليوم هذا يعود لإسرائيل لكن في النهاية نجحت المقاومة الفلسطينية في إصار رسالة واضحة أنها تملك ما تملك من ضرب العمق الإسرائيلي في كل مكان وفي كل زمان رغم أنها أعلنت بأن هذا الصاروخ تم إطلاقه بالخطأ وهذا نشير له من جديد أنا أشكرك جمال الفاضي أستاذ العلم السياسية على كل ما تفضلت به كنت معنا مباشرة من غزة ترجمة نانسي قنقر